نناقش المزيد حول مؤتمر التعدين الدولي الثالث وأهمية قطاع التعدين في المملكة السعودية ينضم إلينا من العاصمة الرياض الدكتور فؤاد بوقري الخبير الاقتصادي دكتور فؤاد مرحبا بك قطاع التعدين هو الحصان الراهن الآن حصان الرهان الفائز الآن ربما في منطقة الخليج وفي شمال أفريقيا في دول مهمة كمصر برأت تجربة مهمة والمملكة السعودية لديها أيضا تجربة قوية الآن عدد الترخيص التي تعمل في المملكة السعودية زاد بـ 200% خلال السنوات الثلاث الماضية وهذا قفزة كبيرة تعتبر في هذا المجال إذن هناك مستقبل مختلف سنراه للقطاع التعدين السعودي أولا مساء الخير لكم ولجميع الشاهدين وطبعا نرحب بكم في الرياض عاصمة المنتديات وهذا المنتديات يعتبر من أهم المنتديات العالمية أصبح في دورته الثالثة بوجود 145 متحدث دولي ووجود 45 وزير كل هذه الإمكانات تخرج إن شاء الله بمخرجات ممتازة في مجال التعدين الذي أصبح في المملكة العربية السعودية حسب رؤيتها 20-30 أن يكون الركيزة الثالثة بعد البترول والبتريكماويات وكما ذكرت سعادتك إلى أن الرقص في المملكة العربية السعودية زادت خلال ثلاث سنوات 200% هذا مؤشر رقم واحد ومؤشر رقم اثنين إلى أنه أصبح في المملكة العربية السعودية بعد الاستكشافات الأخيرة ما يقارب مليون عفوا 1.3 تريليون دولار هذه قيمة التعديل والآن تم الانتهاء من عملية استكشاف 700 ألف كيلومتر في مساحة المملكة وجاري إعادة أو زيادة هذا الرقم مما ينبع على أن المملكة العربية السعودية لها ثروة هائلة في مجال التعدين وكما ذكر معالي الوزير المصري قبل قليل أن هذه المنطقة فعلا ربنا حباها بثروة معدنية هائلة تستطيع أنها تستكشفها في الوقت الحاضر ثم تصدرها ليس فقط كمواد أولية ولكن بصناعات متطورة والمملكة العربية السعودية اعتمدت على هذا المجال فقامت بعملية الصناعات في مجال البطاريات وحتى أطبح لدينا مصانع للسيارات الكهربائية وكذلك تم عقد اتفاقات لعملية الصناعات الفضائية وهذا موضوع مهم دكتور فؤاد أن تحدث قيمة مضافة للثروة المعدنية العربية أو للثروة المعدنية في المملكة السعودية التي كانت ربما مهملة لعقود طويلة في المنطقة العربية بشكل عام نتحدث الآن عن ثروة عدنية في المملكة العربية السعودية تقدر بتريليون وثلاثمائة مليار دولار هذا رقم ضخم جدا لصناعة واحدة أو لاستكشافات يمكن أن تؤتي بثمار أكثر من رائع في الفترة المقبلة إذن الخطط ستكون موازية لهذه الاستكشافات لأن يحدث إعادة تصنيع لهذه المعادن تخرج في شكل مخرج نهائي فبالتالي تتعاضم الفائدة منها نعم هذا صحيح وفعلا هذا ما هو تم الاتماد عليه وكما ذكرت لأنه بدأت المملكة العربية السعودية في عملية الصناعات التي تعتمد ليس فقط على البترول وإنما على البتريكماويات وكذلك على التعديم وأصبحنا الآن بنقوم بصناعات متطورة مثل صناعة السيارات الكهربائية وأيضا الصناعات الفضائية وجاري أيضا عملية ذات الرقائق الخاصة بالحاسبات العالية إلى أكرو وكما تعرف إلى أن منطقة نيوم سوف تعتمد إن شاء الله على الصناعات الحديثة التي إن شاء الله تأتي أكلها من عملية البتريكماويات وكذلك من التعدين ولكن عن طريق التعدين المعادن الخضراء الخالية من التلوث والخالية من التربون مما يعني إلى أن الصناعات في المملكة العربية السعودية سوف تتطور وتصبح في مصاف الصناعات العالمية دكتور فؤاد هناك تجربة مرادفة لتجربة السعودية في مصر مع استخراج المعادن الحرجة من الرمال البيضاء والرمال السوداء وبعض الأماكن الشاطئية في مصر والآن كما تفضلت حضرتك هناك اتساع لمساحة الاستكشاف بما فيها منطقة نيوم الواقع أن هناك مساحات استكشاف للمعادن في المملكة السعودية على مساحة 700 ألف كيلو متر مربع وهي أجضا مساحة ضخمة الآن يبدو أنه لابد أن يحدث كلام عن توافق ما عن رؤى مشتركة ما بين دولتين بدأت هذه التجربة بشكل كبير نعم أعتقد إلى أن الدول العربية الحمد لله بتعقد اجتماعات سواء في هذا المؤتمر أو في غيره وهناك استراتيجية مشتركة فيما بين السعودية ومصر وكذلك بقية الدول العربية لإقامة رؤى مشتركة للمستقبل وأعتقد إلى أن هذا هو فعلا ما نحتاجه في المنطقة لأنه تكون عندنا استراتيجية متعاونة فيما بينها من أجل تطوير الصناعات البينية ومن أجل الاستفادة من الخبرات ووضع الحلول للمشاكل المستقبلية دكتور فؤاد حجم صناعة التعدين في العالم الآن يتراوح حول رقم التريليون ونصف التريليون دولار تسيطر عليها ربما عدد قليل من الشركات العالمية فمعظم هذا الإنتاج يذهب أو في حوالي 44% منه يذهب إلى الدول الصناعية الكبرى بالتالي هناك احتياج الآن لزيارة حجم هذه الاستثمارات في الدول العربية مع هذه الوفرات الكبيرة من ما يستكشف الآن وما قد يستكشف مستقبلا من هذه المعدن الحارقة فعلا يعني كلامك صحيح 100% الصناعات التعدينية الآن تعتمد على التكنولوجيا الغربية في الغالب وذلك لأنه هذه تحتاج إلى خبرات خبرات طويلة وأيضا خبرات علمية مما يعني يستوجب علينا من التعلم على هذه الاستراتيجيات هو تعليم أبنائنا وبناتنا وفعلا هذا تم في المملكة العربية السعودية يعني ابتعاث العديد من الأجيال ولدينا الآن ما شاء الله يعني عدد كبير من العلماء الذين سوف نعتمد عليهم إن شاء الله على وضع خلينا نقول المستقبل والبدء في الصناعات الاستراتيجية اعتمادا على خبراتنا وبالتعاون مع الخبرات الأجنبية الخبرات فقط دكتور فؤاد والتي ربما كان هناك حديث بين الجانبين المصري والسعودي اليوم حول تبادل الخبرات تبادل الخبرات البشرية تبادل الخبرات المعلوماتية الجيولوجية بين الجانبين لكن هناك أيضا حجم الاستثمارات مفقود ربما في هذا المجال في المنطقة عموما يعني نتحدث في المنطقة من الشرق الأوسط شمال أفريقيا حتى غرب آسيا حجم الاستثمارات في هذا المجال لا يتجاوز بـ 12% فقط من حجم الاستثمارات العالمي وهذه نسبة ضئيلة جدا لما يحدث كلامك جدا وجيه وأعتقد إلى أن هذا المؤتمر وبقية المؤتمرات التي عقدت في هذا المجال عقدت من أجل فعلا دراسة المشاكل الآنية والحالية ووضع المقترحات والبدء في تنفيذها وأتوقع بإذن الله من خلال المؤتمر الأول والثاني والثالث إلا أننا وضعنا الآن الأسس الاستراتيجية للمستقبل وسوف تزيد إن شاء الله الخبرات البينية والخبرات العلمية فيما بين هذه الدول المشتركة وتوقعي لأنه بإذن الله سوف ترى ازدياد هائل في النسبة ستكون إن شاء الله نسبة مطمئنة من خلال ما تم في هذا المؤتمر وسابقا حضرية تفضلت بذكر منطقة نيوم التي سيكون لها ربما حظ وفير في استخراج المعادن منها لكن أنا تعتقد الآن أن المملكة السعودية بتساع مساحتها الكبيرة ما شاء الله يجب أن يكون لديها أطلس لوجود بعض الأماكن التي يمكن أن يستخرج منها المعادن خاصة المعادن الحارجة أن توفر على المستثمر أو تجذب المستثمر لأماكن بعينها طبعا منطقة نيوم يعني يتوفر فيها بعض المعادن ولكن المعادن في كافة المملكة العربية السعودية هي موجودة من شمالها إلى جنوبها وشرقها الأغربي الحمد لله ربنا حبى هذه الأرض بثروة هائلة من البترول والمعادن والتالي يعني هناك إعادة دراسة كما ذكرت إلى أن الآن الضروة التي قدرت بـ 1.3 تريليون أو 1.300 تريليون لكن هذا الرقم سوف يزداد بعد إعادة الدراسة بتقطيع 700 ألف كيلومتر المملكة العربية السعودية بتجاوز المليون كيلومتر وبالتالي نحن غطينا حوالي 70 ألف فبالتالي أنا أتوقع أن هذا الرقم سوف يزداد بعد إعادة الدراسة والأطلس هو موجود ترى من قديم والآن في عادة لوضع هذا الأطلس ليكون حديث ويكون يوطن أماكن معادن وبالتالي نحن في دراستنا الجغرافية للمملكة العربية السعودية في المدارس في منطقة اسمها الدرع العربي هذه كانت يتوفر فيها المعادن بشكل كبير واستغلت عبر الزمن لكن الآن تطعفت هذه الكمية وإن شاء الله بعد الدراسة وضع الأطلس الجديد سوف نرى أرقام حديثة وإن شاء الله في المؤتمر القادم أتوقع أن تعلم بإذن الله إن شاء الله شكرك جدا ضيفنا من الرياض معالي الدكتور فؤاد بقري الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا عليك وبالتوفيق إن شاء الله